قانون الرياضة قانون مكتمل من كل النواحي اشترك فيه مجموعات كبيرة جدا من الناس المحترمة اللي عاملين في المجال من كل الاتجاهات الاجتماعات والأفكار اتنقلت من خلال الاتحادات من خلال رؤساء أندية أعلى مستوى الحياة لا لو فيهم ناس زملاء وفيه ناس كبيرة لو فيه ناس كبيرة موجودة كانت بلا شك زي حسين بيصفور زي محمد بي عبدالسلام يعني الحقيقة كانت على مستوى عالي جدا من رجال الأعمال من رؤساء الأندية من رؤساء الاتحادات الناس كلها شاركت ويتعامل مجهود كبير أرجو أن يطلع لو كان هناك المشكلة في ما يبقاش في القانون بند الثمان سنين مش مشكلة الجماعات العمومية تقرر كل جماعات العمومية تقرر ما يطيراء لا فيش ما يمنع لكن إحنا من رأينا أنه لازم كان يبقى فيه تحديد المدد لازم لأن ده بيخفف الصراع وبيقل المشاكل الموجودة في الزبط ويبقى زي ما إحنا في الجماعة إحنا في الجماعة عميدة كلية بيقل دورتين رئيس الجماعة دورتين ووكيله كلية دورتين رئيسه تسمه دورتين وبيطلع حد تاني يدي يجدد يفكر يبدع يبتكر يعمل حاجة أحسن والتاني قاعد قدامه التاني قاعد قدامه موجود بيتابع ويرائب وياخد خبرته لكن إن أنا أقعد على كرسي ومسك فيه طيب ما هو أنا بعد فترة مش حدي عوضات دي ثمان سنين يعني وده عمل عام عمل تطوع رئيس الدولة في الدستور بتاعنا 2014 دورتين طيب طيب فإحنا رأينا في الموضوع بازم موجود كبير أو في هذا القانون تولى كل جوانب اللي عمل للرياضي تحط له أسس ومبادئ وتقنين وتقييم تحطت قواعد مهمة جدا نرجو إن القانون يطلع لنور وشوشا الموقع الفني الأول في مصر رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل الإشراف العام أحمد الأول www.washوشا.org